يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار نجا في الصحفة الرياضية المحلية لنهار اليوم الموافق للتاسع مايه الفين وخمسة عشر والبداية مع الشباك والتي عنوانت في صفحتها الأولى رفقاء في غول يتوعدون الملكي وذلك في إشارة إلى المواجهة التي سيحتضنها أمسية اليوم ملعب سونتياغو برنبيو بين ريال ونادي الخفافيش حيث كتبت الشباك بأن أبناء المدرب أنشيلوتي يسعون اليوم في مواجهةهم لفالانسيا ضمن الجولة الثلاثين من الليغة يسعون لتضميد الجراح بعد الهزيمة أمام جوفانتيوز بهدفين لواحد في نصف نهاي دور أبطال أوروبا يومية لوبيتور الناطقة بالفرنسية تطرقت لتصريح رئيس مولودية الجزائر كريم رايسي والذي أكد بأنه سيطلب من لعبيها الترحيب واحترام مدربهم السابق بو أعلام شارف بمناسبة مواجهة الدرب التي تنتظر المولودية أمام تحط الحراش اليوم وضف رايسي بأن المولودية ستلعب المواجهة من أجل الفوز وليس الثأر من المدرب السابق للفريق مؤكدا في نفس الوقت على وجوب التحلي بالروح الرياضية والتصالح بين أنصار الفريقين يومية كومبيتيسيون ناطقة بالفرنسية كذلك كتبت لما صرح به بروس المدرب السابق لشبيبة القبائل والذي أكد خبر اهتمام نادي أفسي برويج البلجيكي بالحارس الدولي الجزائري عزدين دوخة وضف بروس بأنه ليس هو من عرض الحارس على الفريق البلجيكي لكنه أكد لمسيري النادي بأنه حارس مرمى في المستوى أعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة